موسيقى أنهت نقابة الكناباست الدورة التكوينية لفائدة الأساتذة المنسقين من الطورين الثانوي والمتوسط في متقنة الأخذر بصغير بسلسلة من المدخلات التي نشطها رؤساء المصالح التابعة لمديرية التربية لولاية الإمسان حول الخريطة التربوي ومجالس التأذيب والطعن بهدف تقريب الأراء بين الإدارة وهيئة التدريس اللقاء هذا هو الهدف بالغاية منه هو تكوين خاصة لكننا رأينا كثير من الأساتذة خاصة أن هذا الجدود الذي يرامي توظفه هما أساتذة نقصين شوية تكوين من جانب خاصة من جانب الشريعي والجانب القانوني هذا النقص من هذا الجانب يجعل حدوث نزاعات ومنازعات بين الأساتذة والإدارة مع التلاميذ إلى خيره نحن قلنا مع شركة اجتماعي وشركة الاجتماعيين تعنا كامل تكلمنا معهم نحن أريد أن نحن نقصة من جانبنا تعيدارة تكفل بها مديري المؤسسات وشركة الاجتماعي أيضا هو عنده جانب تعليه ولازم يلعبه ثاني مع المنخاريطين في النقابة الدورة تعتبر مناسبة لتصحيح الكثير من المفاهيم بين الشركاء الهدف طبعا من أجل استقرار القطاع في ولاية تليمسان كما العنوان الثاني وهو مجالس تأديب ومجالس طعب طبعا في نفس الإطار وذلك من أجل تكوين أستاذ واعي ومسؤول ومن أجل تفادي أي تشنج بين مديرية التربية وقاعة الأساتذة هذا ومن المرتقب أن تنظم الأطراف النقبية سلسلة من الندوات والدوارة التكوينية لفائدة أستاذة القطاع في شتى التخصصات